في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوعا عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 765 عنصرا إجراميا ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم 295 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعين والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 103 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 904 قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف و105 بندقية و101 بندقية ألية و42 مسدسا و655 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و116 خزينة إضافة لـ 1471 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459 ألفا و143 حكما قضائيا من بينهم 1704 حكما جنيا و169 ألفا و491 حكما حبسة و221 ألفا و557 حكما غرامة و66 ألفا و391 حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ستة تشكيلات عصابية ضموا 18 متهما قاموا بارتكاب 29 حادث سرق متنوع وتم كشف عموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 118 متهما وتم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتهم وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2382 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالية 2617 متهما من بينهم حوالي 912.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش و45222 كيلو و732 جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 135 كيلو جرام وضبط أكثر من 37.5 كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى حوالي 64.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 45.210 قرص مؤثر و15.121 قرص ترامدول مخدر وعدد 60.162 قرص كيرتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 383 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط ثلاث قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 170 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة